النهاردة في وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الافريقي الكاف كان متواجدا وكان حريص على زيارة مقر النادي الاهلي بالجزيرة تمهيدا للمشاركة في دور السوبر الافريقي دور السوبر الافريقي اللي هو السوبر ليج الذي يجري الترتيب لانطلاقه خلال الفترة المقبلة وذلك بعد زيارة الوافد ذاته أمس الثلاثاء لاستاذ القاهرة الدولي الملعب الرسمي المعتمد للنادي الاهلي خلال البطولة المرتقبة كان في استقبال الوافد المهندس خالد مرتجي أمين السندوق النادي الاهلي والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي والمهندس أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الاهلي لكرة القدم وكابتن حنان الزيني مدير الترخيص واللوائح بالنادي ضم الوافد كل من لوكا بيتزاري وكلاوديو زانكا ومات يودين ودوتشو ديتشانيتي ومحمد سيدات مدير الترخيص واللوائح بالاتحاد الإفريقي محمد التوبجي مدير إدارة ترخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد إيهاب مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد وعقب ترحيب المهندس خالد مرتجي بالضيوف والاستفسار عن كافة الأمور التنظيمية التي تخص هذه البطولة قام الوافد بجولة داخل النادي تفقت خلالها ملعب مختار التيتش زي ما حضراتكم شايفين المهندس خالد مرتجي ودوره الكبير الحقيقة خلال هذه الفترة باستقبال مثل هذه الوفود سواء وفد من الاتحاد الإفريقي وفد من الاتحاد الدولي وبجانبه دكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا المهندس خالد مرتجي كان حريص على التواجد وكان دائما بيكون موجود في مثل هذه الزيارات وكان بيعرف الوفد بالكامل اللي جوه النادي الأهلي والمعالم الرئيسية داخل النادي الأهلي وراح وزاره ملعب مختار التيتش زي ما حضراتكم شايفين وحاجة محترمة جدا 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 لأنه النادي الأهلي حتى الآن هو الممثل الوحيد لمصر في السوبر ليج هذه البطولة التي سوف تقام خلال الموسم القادم فأيضا الوفد أبدأ إعجابا كبيرا بالبنية التحتية للنادي الأهلي والتجهيزات الرياضية والوفد أكد أن هناك اهتماما بمشاركة النادي الأهلي في هذه البطولة نظرا لشعبيته الكبيرة وتاريخه المشرف على الصعيدين القري والعالمي وبالتالي يمثل أهمية كبيرة لضمان نجاح هذه البطولة التي ترشح للمشاركة بها العديد من أكبر الأندية في القر في ختم الزيارة كان الوفد حريص على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على حفاوة الاستقبال مع التأكيد على الاهتمام الكبير بدوره فيما حققته الكرة الأفريقية من نجاحات عديدة وظهور مميز في بطولات كأس العالم للأندية الحقيقة لما تشوف اللي بيحصل وتشوف المهندس خالد مرتجي هو بيتكلم في هذه الأمور وقاعد في وسط الشباب الموجود سواء وفد الفيفا أو وفد الكاف تحس بالفخر تحس بالسعادة تحس أن احنا عندنا كوادر كبيرة جدا جدا قادرة على وضع اسم الأهلي دائما في القمة لأنه هو ده المكان اللي احنا دايما عايزينه النادي الأهلي دايما يكون في القمة